السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة مهمة جدا عن الماغنسيوم وليه الماغنسيوم في جسمنا بيبقى قالل ويه همية الماغنسيوم وفوائده وللقلب وللسكر وناس كتير جدا ما تعرفش طب ليه الماغنسيوم الناس ما بتكلمش عنه وليه الدراسات ما بنتكلمش عنها حاجات كتير جدا مهمة ولازم نبدأ نتكلم فيها الماغنسيوم يمكن من الحاجات اللي اهملت كتير جدا فترة طويلة لان ما فيش ابحاث يعني شركات الادوية ما بتيجي تعمل ابحاث بتعمل ابحاث عن حاجات اللي هي بتعمل لها ادوية علشان تبدأ الناس تستعمل الادوية دي لكن الماغنسيوم من المعادن المهمة جدا اللي بيدخل في الجسم فيه حاجات كتيرة جدا تفاعلات كيميائية كبيرة جدا الماغنسيوم من الحاجات المهمة لصحة الجهاز الهضمي الجهاز العصبي السكر التهابات اللي بتبقى موجودة في الجسم يعني حتى مثلا لما تلاقي في حاجة اسمها inflammatory disease يعني التهابات بتبقى في التهابات في الشرايين في الاوعية الدموية دي بتبقى مشكلة لكل الناس فالماغنيسيوم من الحاجات المهمة لمنع التهابات ومنع الجلطات ومنع الحاجات دي كلها وصحة الجسم مرتبط جدا بوجود الماغنيسيوم طيب ليه الماغنيسيوم بيقل وإيه السبب أولا الماغنيسيوم وإيه التركيزات اللي احنا بنحتاجها يعني الراجل مثلا الرجالة بيحتاجوا لربعمية وعشرين ملي جرام في اليوم والسيدات بتحتاج لتلتمية وعشرين لتلتمية وستين ملي جرام مثلا يوميا كمية الماغنيسيوم اللي الناس بتستخدمها في اليوم قليل جدا عن النسبة اللي احنا بنتكلم عنها يعني الماغنيسيوم اللي انت بتستخدمه يوميا أقل بكتير جدا من اللي انت بتسمع عنه او اللي انت مفروض تاخده لاسباب كتير جدا الزراعة الصويل التربة ما بقتش تستعمل الاكل بتاعنا الحاجات الارجانيكس المهمة في الزراعة نفسها ما بقتش تستعمل يعني انت مهما تاخد من اكل مش هيعوض لك الماغنيسيوم اللي موجود الاستعمال الادوية للمعدة الناس اللي عندها حمودة في المعدة وللأسف شديد بتاخد ادوية المعدة يوميا ما تعرفش انها بتقلل الامتصاص الماغنيسيوم ربنا لما خلق المعدة وخلق الحمد خلق ليه فوايد مهمة جدا نقص الحمد بيقل بيقل الامتصاص الحاجات ومعادن مهمة جدا ومنها البروتين والامينو أسد والفيتامينز بعض الفيتامينز فطبعا اللقص الحمد ده بيدر مش بينفع فطبعا الناس اللي بتاخد عمال على بطال ادوية المعدة زي اومي برازول والجستوس الجستروزول كل حاجة زول والبنتازول والبنتوبرازول كل ده طبعا من غير ما يكون تحت اشراف طبي او هو بيستعمله على طول لانه هو بيأكل اكل غير صحي وطبعا الحاجات اللي بتعمل الاتهابات في الشرايين مع الماغنيسيوم الاكل الغير الصحي في حاجات زي اوميجا سيكس مليانة بيها الزيت الزيوت المهدرجة والزيوت النباتية دي كلها والحاجات مصنعة ومهدرجة وعملت بروسس كتير الاكل اللي هو غير صحي زي الاكلات السريعة كل دي واجبات غير صحية على الاطلاق تصيب الشرايين وتعمل الطخمة والسمنة وتعمل التهابات في الجسم فطبعا كل ده يأثر على الامتصاص بتاع الجسم ويزيد من الالتهاب الجسم فطبعا انت لما يكون عندك حاجة زي كده ده طبعا بيأدي الى التهابات في الشرايين وامراض القلب وامراض المخ وامراض السكر وامراض الضغط كل ده بسبب سوء التعامل مع المواد الغذائية المفروض ناكلها ايا كان انت بتاخد ماغنيسيوم الامتصاص بتاعك هيقل والافراز بتاعها الناس اللي بتاخد مدرات البول ياخد علاج ضغط يروح واخد معاه مدر البول وهو ممكن ما يبقاش محتاجه ويكتب عمال على بطال ما بيرجعش يقل معاه الماغنيسيوم الناس اللي بتشرب شاي وقهوة كتير برضو يقل معاه الماغنيسيوم المشكلة ان مهما انت اكلت او خدت انت احتياجك للماغنيسيوم بقى زيادة عن زمان يعني من الاف السنين ومئات السنين الناس ما كانش بتحتاج ماغنيسيوم زي دلوقتي كانش في زمان التلفزيونات والسهرات والفيسبوك والحاجات دي كلها ما كانش حد بيقعد يصهر بالليل ما كانش في حد بيضيع وقته اللي هو قلة النوم توتر العصب اللي موجود في الحياة كل ده بيحتاج مور ماغنيسيوم انت عشان تصهر محتاج ماغنيسيوم عشان عندك توتر عصبي محتاج ماغنيسيوم اكتر عشان عندك سكر محتاج ماغنيسيوم اكتر عشان بتاكل كربوهيدريت وسكريات محتاج ماغنيسيوم اكتر لان ماغنيسيوم بيدخل في عمليات حيوية كتيرة جدا علشان تساعد لنا في امتصاص الاكل ده وهضم الاكل ده ومهم جدا في استعمالنا وفي حياتنا يبقى انت الايام دي حتى لما بتاخد ماغنيسيوم التوتر اللي انت عايش فيه والنوم والحاجات دي كلها بتحتاج ان انت تاخد ماغنيسيوم زيادة والافراز بتاعها بيزيد فمهما تاخد كل ده بيبقى احتياجك للماغنيسيوم ازيد من الاول فالماغنيسيوم زي ما قلنا مهم جدا انك انت تستعمله المشكلة في الماغنيسيوم انه مالوش تحليل لما بنعمل التحليل انت ما بتروح تروح لدكتور وتقول لي اعمل لي ماغنيسيوم للاسف التحليل ده بيدينا نسبة اتنين في المية زي فيتامين بي تحليل الماغنيسيوم في مشكلة هو بيشوف السابوي يعني الطريق اللي هو فيه العربيات راحة جاية هو بيشوف الطريق ده ما بيشوفش اللي جوه الخلاية يعني ما بيقسي الماغنيسيوم اللي موجود جوه الخلية يعني لانه هو ما بيقسوش هو التحليل عشان تقيسو جوه الخلية غالي جدا وصعب انك تلاقيه في اي معمل فهو بيقيسو اللي في الدم اللي هو اللي انت متعرفش انت قست في الدم لقيته طبيعي ما عرفش لكن لو لقيته ناقص يبقى ده اكيد ناقص ده كونفرماتري يعني اكيد ناقص لكن لو هو طبيعي مش معنى كده انه هو طبيعي اكيد ما اعتمدش عليه خالص انا شخصاً ما باعتمدش عليه اولاً ممكن واحد يقول لي طب انا لو خدت مغنيسيوم كتير انت مغنيسيوم انت محتاج 420 كراجل و360 كسيدة فانت لو خدت 5000 ميلي جرام لا ده انت بتاخد هو ايه 500 250 بجانب الاكل والشرب اللي بتاكله وطبعاً منكم هيقول لي طب ايه الاكل المفيد اللي انا اكله زي المكسرات الكاش والخضار الحاجات الافوكادو والحاجات اللي هي فيها خضرة كتير فيها مغنيسيوم بس تتأكد ان يكون موجودة في الطربة بتاعتنا موجودة في الناس اللي بتزرع اللي هو الحاجات الطبيعية واستبانيخ طبعاً من ضمن الحاجات اللي فيها مغنيسيوم فلازم نفهم كواس جداً ان الاكل الصحي مهم جداً الاكل الصحي ده جماعة من الحاجات المهمة جداً لصحة الجسم مش بس عشان المغنيسيوم عشان حاجات كتير في حاجات كتيرة ناس تقول لي طب الاعراض اللي ممكن تحصل انك انت تكون عندك مشاكل في الكلا وما تقولش الدكتور لازم تقول للدكتور ان الاخراج بتاعه لو انت عندك فشل كلا او عندك مشاكل في الكلا فلازم تفهم الدكتور ان انت عندك مشاكل معينة في بعض الناس ممكن يجيلها شوية اسهال وده في ناس اللي عندها سكر عندها امساك بيفرحوا جدا لما يجيلها اسهال والاسهال ده مش مع كل التركيزات مع الاكسايد ومع فيه ماغنيسيام جلوكونيت وماغنيسيام حاجات انواع كتيرة جدا بس هو مع الاكسايد اكتر فيه دروبس فيه حاجات موجودة فيه في الماركت حاجات كتيرة جدا فالماغنيسيام هيفدني جدا فيه العمليات الحيوية الماغنيسيام مضاد للالتهابات اللي بتبقى موجودة وبيقلل الكرامبات الناس اللي عندها سكر وبتاخد البلوكوفاج وعندها نقص فيه جامد الناس اللي بتعمل كيتو دايت مهم جدا ان هم ياخدوا ماغنيسيا الكرامبات بتخف والاعراض اللي انت بتبقى عندك بتخف فطبعا ارجو ان الناس تفهم ان فيه نوعين من الاكل نوع يعمل التهاب في الجسم ونوع ما بيعملش الكربوهايدريت والنشويات يا جماعة من الحاجات المؤذية للجسم وهفضل اقول كده لغاية ما كلنا نتبع الحاجة الصح العيش والرز والمكارونا والحاجات اللي بناكلها والحلويات كل دي من الحاجات اللي بتأزينا مش بتنفعنا كتر اكل الشجر الحاجات اللي فيها دي بيبنحتاج ماغنيسيوم زيادة كتر اكل للحاجات الغير صحية بتحتاج ماغنيسيوم زيادة وبتحتاج معادن تانية زيادة بناكل حاجات ما فيهاش بوتاسيوم بناكل حاجات ما فيهاش اي معادن مفيدة لجسمنا عشان كده ارجو انتم من اللحظة اللي انا بكلمكم فيها تفهموا اهمية الماغنيسيوم لجسم الانسان اهمية الماغنيسيوم للشرين اهمية الماغنيسيوم للقلب اهمية الماغنيسيوم للناس اللي عندها سكر اهمية الماغنسيوم للناس اللي بتاخد ادوية كتير الماغنسيوم مهم في جميع العمليات الحيوية للجسم مهم جدا في صحة شرايين جسمنا ارجو ان انتوا تهتموا به التحليل مش هيفيدنا كتير خالص عشان بس محدش يجري يعمل تحليل والامور دي لا هو يبدأ ياخده من الاكل الصحي يبدأ ينام كويس يبدأ يقلل الكربوهيدريت والنشويات لان ده هيقلل احتياجنا للماغنسيوم ده اهم من الدواء على فكرة ويبدأ اذا كان عايز ياخد المكملات الغذائية ان شاء الله هتجيب معا نتيجة لكن الصح ان انا ابدأ صح ان انا اقلل الاسترس انام كويس اقلل الاكل اللي هو الزايد اللي بيخليني احتاج لماغنسيوم اكتر اقلل الشاي والقهوة كل ده هتلاقي الكرامبات اللي عندك والصداع والارهاق والتعب كل ده بيروح من جسمك اتمنى ان الحلقة تكون مفيدة لحضراتكم وان شاء الله هنكمل مع بعض تحياتي ليكم واشكركم اشتركوا في القناة